وتتبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 113 دعموا معالجة الضرسين 29 و 30 تبليل أول وكملوا ملأ الجدول لنكملوا ملأ الجدول عندنا جدول الضرب ديال 2 و 5 2 في 5 كم؟ 2 في 5 10 2 في 10 20 2 في 15 30 2 في 20 40 5 في 5 25 5 في 10 50 5 في 15 75 و 5 في 20 5 في 12 أنطف الصفر 100 5 في 20 100 ثانيا ألاحظ المثال وأكمل ملأ الجدول بنفس الطريقة فلاحظوا 5 4 5 في 2 10 10 زائد 4 14 14 على 2 7 7 7 3 4 5 5 5 5 5 10 ناقص 1 9 8 ناقص 1 7 و 15 ناقص 1 14 فباش ننتقلو من أعداد هذا السطر لأعداد هذا السطر نطرحو كل مرة 1 التبني التالي أتمي مملء الجدول راحضو هذه المرة باش ننتقلو من أعداد هذا السطر لأعداد هذا السطر كل مرة نضربو في 5 1 في 5 5 0 في 5 0 5 في 5 5 و 20 6 في 5 3 10 في 5 5 2 في 15 ونضيفو الصفر اللي هي 20 في 500 التبني أربعة أحسبو عدد المكعبات في كل حالة لا توجد فراغات غير مرئية قد نحسبوها عدد المكعبات في كل حالة فعندنا عدد المكعبات في المجسم لاحظوا عندنا 1 جوج 3 4 4 ديال المكعبات في كل طبقة فالطبقة هذه أربعة والتي تحت منها أربعة يعني أربعة زائد أربعة ثمانية وهذا تسعة تسعة مكعبات ثم 1 جوج 3 أربعة خمسة ستة استدل المكعبات كذلك ثم 1 جوج 3 أربعة خمسة ستة استدل المكعبات أيضا خامسا ألاحظ الجدول وأكمله إذا اشتريت كيلو جرام من الطماطم أدفعه إذا اشتريت 2 كيلو جرام سأدفعه إذا اشتريت 3 كيلو جرامات من الطماطم أدفعه إذا اشتريت 4 كيلو جرام من الطماطم أدفعه إذا أردت معرفة من الذي سأدفعه مقابل شراء الطماطم عند هذا الخضار هل أضربه 8 كيلو جرام واحد في عدد الكيلو جرامات نعم أم لا 1 كيلوغرام من الطماطم 8 ديرو 3 درام جوج كيلوغرام 5 درام 3 كيلوغرام 7 درام 4 كيلوغرام 10 درام فنك اللحظة 1 في 3 3 ولكن 2 في 3 6 وليس 5 3 في 3 9 وليس 7 4 في 3 12 وليس 10 لذلك لن أضرب 8 كيلوغرام 1 في أعداد الكيلوغرامات إذا نديره لا هو الجواب الصحيح ومشتبع لا نعم فإذا اشتريت كيلوغرام 1 من الطماطم سأدفع كم سأدفع 3 درام إذا اشتريت كيلوغرامين إذا اشتريت 3 كيلوغرام 7 درام إذا اشتريت 4 كيلوغرام سأدفع 10 درام فكلاحظوا بأن الكتلة دي الطماطم الكيلوغرامات دي الطماطم غير متناسب مع التمان بمعنى أن كيلوغرام 3 درام ولكن جو كيلو 5 درام لنستدرام فبتالي أعداد هذا العمود غير متناسبة مع أعداد هذا العمود لذلك شي باش قلنا ما غديش نضربه في نفس العدد للحصول على أعداد هذا العمود اللي هي الأتمينة سادسا ألاحظ وأكمل إن شاء كل مجسم فعندنا مكعب نكمل الرسم دياله بهذه الطريقة هذا الرسم هو هذا الوجه كذلك قلنا هذا الوجه هذا إضافة إلى هذا الوجه قد ننزله 1 جوش 3 إذن 1 جوش 3 ثم قد المجسم هذا الذي هو عبارة عن متوازم مستطيلات ده المتوازم مستطيلات فقد نشعبه الطريقة هذه ندل الوجه هذا قد نطلعه 1 جوش 3 1 جوش 3 1 جوش 3 1 جوش 3 4 ذلك 4 ثم لنجيبه دل الوجه كذلك ما هو هذا فقد نحصله على متوازم مستطيلات 6 7 جو كمبلت لطبلو أكمل الجدول إذن 4 على 2 2 4 نقسمه على 2 8 على 2 14 على 2 5 50 على 2 25 36 على 2 18 100 على 2 50 التمرين الثامن جو غير لي شك صليد على فرم دلين دسي فاس جو غير لي أصيله كل مجسم على فرم سوف نصيله المجسم بالشكل ديال الوجه دياله على فرم دلين دسي فاس ديال وجه من أوجهه فعندنا هذا المجسم هذا هو مكعب فقد نشوفوا الوجه ديال المكعب قلنا الوجه ديال المكعب كي يكون عبارة عن مربع وقد ندور المربع لأن الأوجه ديال المكعب كلها مربعات كلها متقايسة هذا المشور القائم لدي قاعدته متلات فكاللاحظ بأن هذا القاعدة هذه عبارة عن متلات إذن غادي ندورها المتلات كاللاحظ هذا المشور القائم لدي قاعدته لاحظ واحد جوش ثلاثة ربعة خمسة ستة مضلع سداسي غادي ندورها هذا المضلع واحد جوش لاتة ربعة خمسة هذن هذا المضلع خماسي سنشوف المضلع السداسي واحد جوش لاتة أربعة خمسة سته هذا هو المضلع السداسي ثم هذا المشور قائم قاعدته واحد جوش لاتة أربعة خمسة مضلع خماسي. إذن سنجيبها لهذا المضلع الخماسي. ثم الأسطوانة. شكل القاعدة عبارة عن قرص. نجيبها لهذا القرص هيدا. ثم متوازي مستطيلات. القاعدة عبارة عن مستطيل. نديوها المستطيل. أما هذا المشور القائم. المشور القائم فقاعدته واحد جنش لتاربع. مضلع رباعي. لهو عبارة عن شبام حارف. وبهذا نكون قد أنهينا تمرين صفحة مئة وثلاثة عشر. نلتقي في الصفحة مئة واربعة عشر. أذكركم أنكم بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثالث. هي ظاهرة أمامكم في البلايليست. إلى اللقاء.